عمر كمال عبد الواحد لعب نادي مودرن فيوتشر المتواجد حاليا في معسكر المنتخب بلغ كلم مع احد لعبي النادي الاهلي خلال المعسكر وقال له انه بالفعل وقع على ورقة رغبة بالانضمام للنادي الاهلي وان الصفقة في طريقها للحسم وان المفاوضات بين الناديين بتسير بشكل جيد وهفضل اقول لكم ان شاء الله لما يتم الاعلان عن الخبر الرسمي انه احنا هنا كنا اوائل الناس اللي قلنا لحضر لكم انه موضوع عمر كمال عبد الواحد اوائل الناس ما بحبش اقول الانفراد نعتبر من الناس الاوائل يعني اللي قاله انه عبد الواحد موجود خلاص في النادي الاهلي في يناير القادم كلها تفاصيل صغيرة وتنتهي الصفقة بشكل رسمي